السلام عليكم رح نكمل الوحدة التامنة من اتخاذ القرار ومهنة المستقبل بآخر فصل فيها اللي هو البحث عن فرصة عمل للصف العاشر في التربية المهنية رح نحكي في هذا الفصل عن طرائق الحصول على فرصة عمل رح نحكي عن السيرة الذاتية كيف نعمل السيرة الذاتية وكيف رح نقدم طلبات توظيف والمقابلة الشخصية مفهوم السيرة الذاتية شو يعني سيرتك الذاتية أو لما انت كتب تسمع عنها اشي اسمه سيفي أو السيرة الذاتية هي هي البيان أو التقرير الشخصي موجز يستعرض بعض المعلومات الشخصية والمؤهلات والمهارات والخبرات شخص يرغب في الحصول على فرصة عمل لتزويد أصحاب العمل بالمعلومات الكافية عن المتقدم للعمل يعني هو انت بتحكي فيه عن حالك شو انت درست شو اسمك وين تدربت وين اشتغلت كل اشي عن حياتك العملية لازم تكتبها بهذا السيفي وهم شي انها تكون كل هالمعلومات صحيحة بدون لا كذب ولا تأليف ولا اي اشي اهمية السيرة الذاتية اول اشي انك انت التعريف عن نفسك ايش يعني؟ يعني بدك تحكي صورة واضحة عنك لصاحب العمل بطريقة تكون منطقية مختصرة تشمل جوانب الشخصية والمؤهلاتك ومستوى تعليمك ومهاراتك وهياتك وخبراتك بشكل عام الشغلة الثانية خطوة للمقابل الشخصية يعني هاي اول شغلة انت بدي كيف بدي يعرفك صاحب العمل او كيف بدي يسمع عنك او كيف بدي يتقدم انت ويعرف عنك اي معلومة اللي هي عن طريق هاي السيرة الذاتية والاهمية الثالثة اللي هي اداة تسويقية كيف يعني اداة تسويقية؟ يعني انت هاي السيرة الذاتية بمثابة اعلان تسويقي باعرض مهاراتك وانجازاتك بصورة واقعية طيب هلأ هون رح ناخد كيف ننعمل هلأ السيرة الذاتية تبعتنا وشو العناصر والمكونات اللي هي لازم تكون موجودة في هاي السيرة الذاتية عشان تكون صحيحة وتجذب صاحب العمل اول شي معلوماتك الشخصية لازم يكون اسمك ممكن يكون الاول والتاني او الرباعي حسب انت شو بتحب جنسيتك عنوانك مكان وتاريخ ميلاتك الحالة الاجتماعية ورقم الهاتف والبريد الالكتروني وهلأ العنوان البريدي في الوقت الحالي ما في اتوقع حدا عنده بريد الالكتروني بريد سوري العنوان البريدي هلأ البريد الالكتروني يفضل وهو يعني الصح انه يكون باسمك الشخصي ما يكون لانك نيم يعني اسمه استعار للك ورقمك الهاتف تكون متأكد انك انت كاتبه صحيح ما يكون في اي مشكلة لانهم هدور للتنين اللي هو اداة الوصل بينك وبينهم اللي هم كيف دم يتواصلوا معك طيب الجزء التاني وهو مؤهلات العلمية المؤهلاتك العلمية بتكتبها من الاحدث لا الاقدم يعني اخر شهادة انت بتوخدها بتحطها بالاول وهكذا هلأ هون بتحط الدرجة العلمية تبعتك ان كانت دبلوم ان كانت باكالوريوس دكتوراه ممكن تكون توجيهي شو ما كانت التخصص تبعك والجامعة من وين انت حصلت عليها وتقديرك وسنت التخرج الدورات التدريبية هلأ فيه بيكون عندك دورات انت بتكتب الدورة برضو نفس الاشي من الاحدث الى الاقدم بتكتب اسم الدورة مدة الدورة ومكان وتاريخ انعقادها يعني انت وين كانت الدورة تبعتك ومتى كان تاريخها بعدين الخبرات العملية الخبرات العملية لإلك انك انت وين اشتغلت شو كان مسمى الوظيفة تبعك وشو الوصف الوظيفة تبعك يعني انت شو كنت تشتغل بالزبط والمدة الزمنية اللي انت اشتغلت فيه بهاي الشركة والمهارات مهاراتك انك انت مثلا مهاراتك في الحاسوب مهاراتك في اللغات مثلا هون بالحاسوب انت درجة اتقانك انت كيف تقيم حالك ممتاز جيد ضعيف طبعا هون لازم يكون في عندنا كتير مصدقية طبعا بكل لياتها للسيرة الذاتية بس هون بالزبط نكون صريحين ووضحين مع بعض يعني انت تحكي مهاراتك الحاسوبية ممتازة يعني ده تكون ممتازة ده تكون جيدة جيدة مش تكون ضعيفة وتحطها ممتازة لا هلا المهاراتك اللغوية يعني انت اللغة العربية تبعتك اكيد ده تكون ممتازة لانك انت اللي هي لغة الام ده تكون ممتازة اللي هي قراءة وكتابة ومحادثة وعندك هون اللغة الإنجليزية قديش أنت بتقيم حالك فيها وإذا في عندك أي لغات تانية تقدر تضيفها طيب في عندك بعديها لهو النشاطات وهوياتك شو هوياتك ونشاطاتك وإهتماماتك هادي إشياء بتهمهم وهنا بنقدر نكتبها بهمهم حسب المكان لإذاك تشتغل فيه طبعا هاي ممكن أنه أنتوا تهموها يعني عادي لو ما كانت موجودة المعرفون إشي كتير مهم هلأ المعرفون أهم شيء من المعرفون ما يكونوا من نطق عائلتك يعني اللي هم من يكونوا راب منك أو مثلا عمك خالك أبوك لا هدولا مش المعرفون المعرفون هم الناس أنت يشتغلت معهم أو ممكن يكون دكتورك في الجامعة ممكن يكون أستاذ لإلك في المدرسة أي حدا أنت اشتغلت معه وبيعرفك خارج نطق عائلتك بدي يكون اسمه ووظيفته وعنوانه وبريده الإلكتروني ويكونوا صحيحين إذا ممكن يرجعوا لهم والوظيفة آخر شيء اللي هي الوظيفة المطلوبة أنت لا إيش دكت أنت طب هلأ هون رح نحكي عن كمان سيرة ذاتية أشكال تانية لإلها رح أرجيكم أكتر من سيرة ذاتية وهاي نفس الأشياء كلها بس ترتيبها وشكلها بيختلف هون مثلا برنامج المتقن أنت أشي بتعمل مثلا بتعمل تعرف نيح على الإكسل على البوربونت شو البرامج اللي أنت بتتقنها حاسوبيا لغات اللي أنت بتتقنها اهتماماتك اللي هي هوياتك وهونا تجاربك المهنية انت شتغلت بأني شركة أو شو عملت وهونا التدريب والدراسة انت وين درست وشو تدربت شو الدورات اللي أنت أخذتها وهونا طبعا الاسم واللقب اللي هو اسمك واسم العائلة وبريدك الإلكتروني الهاتف هاي مختصرة في عندك كمان شكل تاني للسيرة الذاتية في عندك بتكون تكتب هون الهدف تبعك شو أنت بتطمح بدي يكون هذا عن حالك بعديها الشهادات اللي أخذتها اه طبعا بنرجع بنأكد انه انت بترتبها من الأحدث إلى الأقدم الخبرات العملية لو ما كانت عندك عادي لو إمتى طب وهونا بنقدر نحط كمان نزيد زي ما حكينا اه التطوع تبعنا ووين تطوعنا مع أنه شركات شو وقتها شو كان الهدف من التطوع عادي بتكتب كل إيش عمنا وهونا المهارات اللي أنت بتتقنها قلنا يا حاسوبية أو اللي هي اللغات اللي أنت بتتقنها وهونا شكل تاني كمان أنك تكتب اسمك الكامل وبعدين هون الدراسة تبعتك كلياتهم نفس المعلومات بس اللهم أشكال مختلفة للسيرة الذاتية طب هل في عنا هنا معلومات مهمة لازم تكون نعرفها اللي هي معلومات الشخصية مهمة جدا في السيرة الذاتية خاصة البريد الإلكتروني ورقم الهاتف هذا حكينا لأنه وقت لما يكونوا وافقوا عليكم كيف دموا تواصلوا معكم من المهم تحديث السيرة الذاتية باستمرار عداما السيرة الذاتية إذا أنت أخذت أي دورة تضيفها مباشرة إذا أخذت أي إشي عملته تزيده على السيرة الذاتية تبعتكم يفضل إحضار الأوراق والوثائق المتعلقة بالخبرات والدورات عند إجراء المقابلة لأنه قد يطلب من المتقدم للفرصة العمل إبرازها يعني إذا أنتم رايحين تعملوا المقابلة يكون معكم ورائكم والثبتات يعني شهاداتكم خبراتكم كل الأشياء تكون معكم الورق موجودة معكم يعني ممكن يطلبوها منكم معظم الطلبات تقدم ورقيا أو إلكترونيا يعني أنت ممكن تقدم تبعت السيفي تبعتك أو السيرة الذاتية عن طريق تروح على المكان وتعطيهم إياها ورقيا أو أنك تبعتها بالإيميل هلأ رح نحكي عن إشي اسمه لهو طلبات التوظيف شي يعني طلبات التوظيف هلأ هذا الطلب التوظيف هو أنه أنت لما تروح على شركة معينة بيخلوك تقدم طلب تاني غير أنت تعملت السيرة الذاتية تبعتك وإنت قدمت لهم إياه تمام هلأ بتعمل إشي تاني اسمه طلب توظيف هلأ هذا الطلب توظيف شو مهمته هو عبارة عن نماذج تستخدمها المؤسسة لتعبئتها من قبل المتقدمين لفرصة العمل لديها وتشمل المعايير والمواصفات والمعلومات التي ترغب المؤسسة في توفرها في الموظف يعني هاي فيه أشياء معلومات بتسألك فيها أنه المؤسسة هي اللي بده إياها لاستقطاب أفضل العناصر من ذوي الكفاءات والمؤهلات العلمية للمساهمة في تحقيق أهداف وتعبئات أهداف للأهداف الشركة وممكن أنك أنت تعبيت طلب إلكترونياً برضو حكينا وممكن يكون ورقياً حسب طبيعة المؤسسة يعني ممكن أنت لما تروح يقولوا لك تعال على المقابلة ممكن يقولوا لك عبيلنا طلب التوظيف فأنت تعبي شو اسمه ورقياً وممكن أنت تكون عن طريق الأونلاين تعبي طلب التوظيف مع ترفق كمان مع سيرتك الذاتية طيب طالب التوظيف على أشيء بيحتوي تقريباً بيحتوي على نفس المعلومات تبعت السيرة الذاتية بس هاي فيه أسئلة تانية ممكن يسألك إياها وطبعاً بيختلف شكل طلب التوظيف من مؤسسة لمؤسسة لأنه كل مؤسسات هي شو اللي بيد هي يعني هي فيه أسئلة بتكون مهمة لإلها طب تكتب هون المعلوماتك الشخصية اللي هي الإسلام الجنسية العنوان الهاتف الحالة الاجتماعية مكان الولادة إلى آخره وتحط الشهادات برضو حكينا اللي هي من الأحدث إلى الأقدم وسنة التخرج والجامعة المدرسة الكلية أشياء كانت بعدين عندك الدورات التدريبية اللي أنت أخدتها وفي عندكم الخبرات العملية اللي أنت عملتها برضو كل إشيء نحن بنكتبه من الأجدد من الأحدث إلى الأقدم وهون مهاراتكم واللي هي مثلا مهاراتك بالحاسوب مهاراتك في المهارات اللغوية بالعربي بالإنجليزي كل إياتها تقريبا هي بتشبه السيرة الذاتية بس في عندنا طلبات أخرى وفيها تفصيلات أكتر طب هلأ هون وصلنا إحنا لمقابلة الشخصية كتبنا السيرة الذاتية وكانت صحيحة وقدمنا كمان طلب التوظيف آخر شي ندون الشركة وقالوا لنا تعالوا اعمل مقابلة الشخصية اللي هي هي اللقاء الذي يجري بين المسؤول التوظيف أو لجان التوظيف الخاصة بالمؤسسة من جهة وبين المتقدم للوظيفة من جهة أخرى وذلك لتقديم درجة امتلاكه للمتطلبات فرصة العمل يعني أنا ممكن أروح على هاي الشركة بتصلوا فيه بلولي تعالوا بدنا نقابلك بيكون يا بيكون مع الـ HR اللي هو مسؤول الموارد البشرية أو ممكن تكون لجنة مكونة من أكتر من شخص وبعدين المقابلة الشخصية بتكون هاي أول مقابلة ممكن أنك أنت تحتاج لأكتر من مقابلة هاي شغلة وشغلة تانية ممكن يعملو لك ممكن إمتحنات أو امتحنات في تخصصك أهمية المقابلة الشخصية تعد المقابلة الشخصية أحد أهم أسباب النجاح في الحصول على فرصة عمل يعني أنت في هاي المرحلة يا بتقنعهم بحالك يا أنه مخلص يعني أنت بيستغنعنك بيحكولك إذا ما رجعوا حكوا معك يعني هم ما بدهم إياك فالسيرة الذاتية الجيدة تلفت انتباه صاحب العمل يعني إحنا مشينا بأول خطوة أنه إحنا قدمنا لهم سيرة ذاتية كويسة هلأ المقابلة الشخصية هي خلص هي اللي بتأكد أنه يا إحنا بنتوظف يا أنما لا فيكون قرار الدعوة لحضور المقابلة الشخصية هي من السيرة الذاتية هي اللي بتخلينا أنه إحنا نروح نعمل المقابلة الشخصية للمعلومات المهمة التي كتبت في السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية تتيح فرصة لمعرفة المزيد عن المؤسسة يعني أنت لما تروح على المؤسسة هاي بتصير أنت بتتعرف على الأشخاص الموجدين وبتشوف كيف هم من شو طبيعة الشغل لهم يشتغلون أنه أنت مرتاح محهم هذا المكان اللي أنت أشتغل فيه اشترك كلها شكلها عجبك طريق التعاملهم معك منيحة أوكي هلأ وشغلة تانية للمقابلة المهمة لصاحب العمل يعني هلأ هذا الشخص اللي أنا بدأ أوضفه هو صح زي ما أنا شفته في السيرة الذاتية أنه هذا يستحق هلأ بصفي عليه شخصيتك وكيف تقنحه وكيف أنه هو هذا الإشي اللي بدور عليه أو لا ومو شرط إذا أنت ما نجحت في المقابلة الشخصية يعني أنه أنت خلاص أنا ما رح لقي شغل وخلاص أنا حياتي كلها لا أنت ممكن تلاقي شغل تاني في شركة تانية بتناسبك لأنه هاي الشركة اللي أنت قدمت لها أول يعني إحنا بنقدم له أكتر من شركة فالشركة الأولى اللي أنت قدمت لها ممكن لا أنت تناسبهم أو هم من يناسبوك عادي يعني ممكن أنت ترفض الشركة وإذا كانت مثلا الشركة ما عجبها أنه أنت مش هذا الشخص اللي بدأي مش لأنك أنت شخص سيء أو أنت مش كويس أو 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 لا ممكن يكون ما لقوا إشي معين فيك اللي هم من يناسبوك في التوظيف هلأ هون الأمور الواجب مراعاة في المقابلة الشخصية يعني أنا حكوا معاي تليفون وقالوا لي مقابلتك يوم الأحد الساعة وحدة الظهر تمام فأنا شو بدي أعمل شو بدي أسوي شو أجهز حالي شو اللي أسوي عشان تكون أني عندي هاي المقابلة صحيحة أو الشروط اللي هي لازم تكون أول إشي كلما زادت معلوماتك عن المؤسسة وعن الوظيفة التي تقدمت لها ساعدت ذلك بالظهور في وضع أفضل للمقابلة الشخصية إش يعني أنا مثلا نحكي بدك تشتغل في شركة زين قبل ما أروح أنا على الشركة بروح بدرس عن الشركة ما تتأسسات شو بتعمل شو المنتجات اللي بتطلحها شو الخدمات اللي بتوفرها كل إشي عنها بحرف عن هاي المؤسسة شو مكانة المؤسسة عشان لما يسألوني أجاوبهم لأنه حيسألوك أسؤال شو بتعرف عن الشركة وحيسألوك أسئلة عن الشركة التزام بالمظهر اللائق في لباسك دون المبالغ لأنه سيحكم عليك في بعض الجوانب بمظهرك كيف يعني؟ يعني أنا بروح وإشي بلبس إشي رسمي بس مش مبالغ فيه يعني مثلا البنات ما بروح بلبس كعبي كتير كتير عالي وبعض الطقطة وأنا مش عارفة أمشي فيه ولا الشباب يعني إنه بدلوا قرفتوا حالتوا لا عادي بتلبس إشي مرتب رسمي نضيف بعدين بحلق للشباب بيحلق لحيته بيزبط شعراته يكون شكله مرتب هاي شغلة وشغلة تاني إنه البنات ما بيبالغوا في الميكوب ما تحطي ميكوب بطريقة مبالغ فيها تحطوا إذا إذا كتتحطي ميكوب تحطي ميكوب بطريقة كتير ناعمة وبسيطة أدخل الغرفة بثقة وألقي التحية وأعرف عن نفسي أول ما أفوت على الغرفة بسلم على الناس اللي موجودين فيها بمشي بطريقة واثقة من حالي وما برج وبتوتر وببلش نزل راس وهيك لا برفع راسي وبمشي بثقة حاول أن تبتسم بثقة من دون تصنع وكن مهذبا وأجب عن الأسئلة بصوت واضح يعني اللي بدي يسألك بدك تجاوبه يكون صوتك واضح ما يكون كأنك عم تحكي محالك لا ويكون طريقتك حتى لو استفزك أو حكم معاك بطريقة عشان يعني هيك يوقعك في الكلام أنت ردك لازم يكون مهذب تذكر أن تصغي باهتمام وفكر قبل أن تجيب عن أي سؤال صعب ما بستعجل في الإجابة أول إشي بصبر عادي خد وقتك مش وقت كتير طويل بس أنه خد وقت عابل ما أنت تجاوب على سؤال الصعب لا تسأل أسئلة مبهمة تثير على ما تستفهم يعني ما تعد تسألهم وتقولهم أشهاد وليش وكيف وهيك وتتدخل بكتير شغلات خلص أنت اسأل شغلات محددة ومبينة وتكون أنت عن جد راح تستفيد منها لا تحط على حالك لأنه كل حركة كل سؤال كل كلمة أنت عم تحكيها أنت مراقب فيها وبتتسجل عليك نقاط اظهر مقدرتك على أخذ زمام الأمور بالحديث عن الوظائف التي تستطيع القيام بها ووضح رغبتك في هذه الوظيفة يعني أنت متقدم الوظيفة معينة حكيناهم أنا بقدر أعمل كذا وبقدر أعمل وبعدين يكون الشغلات أنت بتعملها صحيحة مش أنه أنت والله بس تألف لا كل إشي بدنا نحكي أنت بتقدر أو ما بتقدر التزم بالوقت المحدد للمقابل فهذا يعطي انطباع عند شخصيتك والتزامك كيف يعني إحنا حكينا رحنا على كانت عندي مقابل الساعة وحدة بروح الساعة يعني أوصلوا قبل بوقت يعني مثلا الساعة وحدة بوصل الساعة 12 و 50 دقيقة يعني يكون من 10 دقايق ما بوصل الساعة وحدة وربع ولا بوصل الساعة وحدة ونص هنا أعرف حالك أنك أنت راحت عليك الوظيفة لأنه إذا أنت مقابلة شغل ما وصلت على الوقت كيف دك تداوم الصبح وكيف دك تروح وآخر إشي بدي أنصحكم أكتر من نصيحة رح أدلكم على أكتر من موقع عشان تقدروا تاخدوا منه دورات عن طريق الإنترنت وتكون مجانية هاي الدورات بتفيدكم إن شاء الله يعني في المستقبل وبنفس الوقت أنك أنت بتزيد دورات وأشياء أنت أماخدها بعد السيرة الذاتية فبتخلي فرصتك لأنك تلاقي وظيفة أكبر من غيرك لأنه أنت في إشي بميزك يعني هلا أنا مثلا كل الخريجين عندي إياهم هذا مهندس وهذا مهندس وهذا مهندس أنا شو بميزني عن هذا المهندس إنه أنا ما أخذ دورات أكتر عامل تدريب أكتر شيني تدريب يعني ممكن أنا أطلع أشتغل أتدرب بيه تخصصي في أماكن تانية بدون مصاري عادي فمن هاي المواقع اللي ممكن أنتوا تلاقوا عليها دورات مجانية على الإنترنت اللي هو فرصة هلأ موقع فرصة هذا كتير مفيد يعني حتى بتلاقوا فيه فرص تدريب عملي أو ممكن تلاقوا فيها منح دراسية لخارج البلد وداخل البلد ودورات عن طريق الإنترنت وممكن تكون مجانية فبتسجلوا بتنشؤوا الحساب تبعكم هون وبتقدروا أنكم تستفيدوا من الفرص اللي بيعملوا لك يوم إياها فرصة هلأ في عندي موقع تاني اللي هو EDX برضو هذا موقع عالمي وفيه دورات برضو مجانية هلأ في بعض الدورات بتكون المصاري لا بس في أغلبها كمان مجانية برضو عن طريق الإنترنت وبتاخد منها شيهادة وبتعمل امتحانات يعني هي ما بتكون تعطيك الشهادة بس هيك لا أنت بتعمل امتحانات لإلها وآخر موقع أتوقع بتعرفوه اللي هو إدراك بيعملوا لكم كمان دورات هو هذا يعني الملكيرانيا هي اللي دعمته اللي هو هاي المنصة نصيحة لإلكم إنكم قد ما تقدروا خدوا دورات الدورات جداً مفيدة وأي فرصة لأنك أنت تطلع تطوع كتير بيفيدك وبيخليك أقرب وتتعرف على ناس أكتر إذا دك أنت تلاقي شغل تخرجوا من الجامعة لا تخرجوا بس بشهادة اطلعوا منها ويكون معكم دورات أهم شي كمان اللغة الإنجليزية تهتموا فيها أنها تكون ممتازة وإذا قدرتوا تاخدوا لغة مساندة غير الإنجليزي لو أي لغة تانية بتكون كتير مفيدة وبنصحكم بكمان شغلة إنكم اللي بيحب يدرس لغات يدرس اللغة الصينية وهيك خلصنا إحنا الدرس طبعنا وبدي أحضركم هلأ فيديو عن السيرة الذاتية كيف تعملوا سيرة ذاتية وبتمنى لقلكم النجاح والتوفيق إن شاء الله سيرتك الذاتية هي أول ما سيعرفه عنك صاحب العمل لذا فهي بمثابة اللقاء الأول بينك وبينه وكي يكون هذا اللقاء ناجحا عليك التعرف على أهم مكونات السيرة الذاتية كما سنذكرها خطوة بخطوة لنبدأ الآن بكتابة سيرتك الذاتية ابدأ بذكر معلوماتك الشخصية أخبرنا الآن ما هو هدفك من البحث عن وظيفة جديدة وما هي الفائدة التي ترجوها من رحلتك بالبحث وأيضا اذكر مؤهلاتك العلمية ولا تنسى أن تخبرنا عن خبراتك السابقة ولا بد هنا أيضا من ذكر التدريب العملي في حال التحقت بأحدهم من الأمور التي ستعطي انطباعا ملفتا عنك هي الأعمال التطوعية التي التحقت بها كونها تعكس جديتك بالعمل مع الآخرين وعليك أيضا أن تبهرنا بكل ما لديك من مهارات ستجعلك فعلا قيمة مضافة لهذه الوظيفة واختم سيرتك الذاتية بذكر المعرفين والذين سيشهدون لك بأدائك الممتاز سواء في الوظيفة أو في الجامعة وهناك بعض الملاحظات التي يجب عليك مراعاتها عند كتابة السيرة الذاتية لا تكتبها بخط اليد وتأكد من خلوها من الأخطاء الإملائية والترقيمية لا تضعها في برواز حافظ على البساطة في كتابتها وحاول أن تتابع أحدث الطرق في تقديم السيرة الذاتية تجنب الآتي عند الكتابة لا تمتدح نفسك أثناء كتابة السيرة الذاتية تجنب استخدام الجمل النمطية والتي ستعطي انطباعا مؤكدا بأنك لست من قام بكتابة سيرتك الذاتية تجنب استخدام أكثر من لغة ولا تنسى أن هذه السيرة الذاتية هي الانطباع الأول عنك لدى صاحب العمل وأن الانطباع الأول يدوم فلو اتبعت معنا هذه الخطوات ستحظى بسيرة ذاتية تزيد من فرصك بدخول سوق العمل ترجمة نانسي قنقر